السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ياسمونة عبد الله معلمة رياض الأطفال أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تأسيس ماسكي جي وان لو لسا بتتفرج على الحلقات دي الأول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك درس ماس أول بأول ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وشير الموجودين أسفل الفيديو حلقتنا المرة دي هشرح فيها أوردينال نومبرز الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية بتستعمل في التواريخ زي اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث أو في تسلسل وترتيب الأشياء أو الأحداث أو الأشخاص تعالوا ازاي نعرف مع بعض نوصلها للأطفال بطريقة سهلة ومبسطة من خلال الفيديو اللي جاي ده ونرجع مرة تانية تأسيس ماسكي جي وان لسونتين لسونتين أوردينال نومبرز لعداد الترتيبية هنوصل أوردينال نومبرز للطفل من خلال طريقة سهلة ومبسطة وهي أريس سبق هنحكي ستوريز غيرة كده عن five animals كانوا عاملين سبق في الحديقة كانوا لازم كلهم يوصلوا للريدلاين اللي قدامنا ده فضلوا يجروا كتير يجروا كتير يجروا كتير لحد ما وصل رابط وكان ترتيبه الأول فرست وبعد كده وصلت بعده جيراف وكان ترتيبها second الثاني وبعد كده وصل القطة اللي هي كات وكان ترتيبها زرد الثالث وبعد كده وصل التورتيس السلحفاء وكان ترتيبها fourth الرابع وأخيراً وصل الإليفانت وكان ترتيبه fifth الخامس وده اسمه ordinal numbers العداد الترتيبية from first to fifth طيب في اختصار لكل ترتيب منهم first اختصاره one st second اختصارها two n d زرد اختصارها three r d fourth اختصارها four th وأخيراً fifth اختصارها five th تعالوا نشوف بعض الأسئلة على الستوري اللي احنا حكيناه هذي complete the rabbit is in the race الربط كان ترتيبه كان في السباق one st first يبقى the rabbit is in the first race كان ترتيبه الأول في السباق طيب complete the cat is in the race الكات ترتيبها كان في الرئيس في السباق زرد اكسلانت يبقى the cat is in the third race complete the elephant is in the race ها الelephant fifth اكسلانت يبقى the elephant is in the fifth race complete the giraffe is in the race ها giraffe second اكسلانت يبقى the giraffe is in the second race complete the tortoise is in the race ها التورتيس كان ترتيبه كام fourth اكسلانت يبقى the tortoise is in the fourth race واخيرا ordinal numbers الاعداد الترتيبية الطفل في كيجي واني بيتأسف في five ordinal numbers في خمس اعداد ترتيبية from first to fifth تعالوا نرجحهم مع بعض first f-i-r-s-t f-i-r-s-t first واختصرها one s-t second s-e-c-o-n-d s-e-c-o-n-d second اختصرها two n-d زرد t-h-i-r-d t-h-i-r-d زرد واختصرها three r-d force f-o-u-r-t-h f-o-u-r-t-h fourth واختصرها four two t-h four t-h fifth f-i-f-t-h f-i-f-t-h fifth واختصرها five t-h ودي كانت ordinal numbers اللي الطفل ياخدها في كيجي وان first second z fourth fifth وبعد ما شفنا مع بعض ازاي اوصل مفهوم ordinal numbers من خلال طريقة سهلة ومبسطة تعالوا نشوف مع بعض activities for ordinal numbers الطفل ممكن نعملها معاه في البيت من خلال الفيديو الجيدة activities for ordinal numbers طبعا احنا عارفين ان الطفل بتعلم عن طريق اللعب والانشطة المختلفة بشكل اسرع فلازم فلازم بعد كل لسن الطفل ياخده يشوف هنلعب معاه ازاي من خلال activities المختلفة فهنا مثلا الطفل هيلعب بالالعاب الخاصة به زي هنا الكارز هنا هيعمل سباق ما بينهم او يرتبهم فالطفل هنا هيفهم مفهوم ordinal numbers بشكل اسرع عن طريق مسلا هنا عنده يبدأ ان هو يرتبهم ويضع لكل الرمز الخاص به عن طريق هنا مسلا عنده بعض الحشرات يبدأ ان هو يرتبهم بحسب الصورة الموجودة دي كانت رقمها كام ويحطها في مكانها مسلا عن طريق قصص مختلفة يبدأ يشوف من الوصل الاول ويبدأ يضع الرمز الخاص به هنا عن طريق البازل الطفل بيركب الرمز المختصر مع العدد مثلا مثلا طفل مع اخواته في البيت او مع صحابه يبدأ ان هو يرتب مع علا الموجودة ويبدأ يضع لهم الترتيب الاول الثاني الثالث نبدأ ان نلعب مع الطفل بحيث ان يعرف الترتيب بشكل اسرع من خلال المكعبات الطفل يرتب مكعب الاول مكعب الثاني مثلا الزجاجات يبدأ يقول دي الزجاجة الاولى وهكذا عن طريق المشابك عن طريق اي حاجة موجودة في البيت يبدأ الطفل يرتبها ويشوف ترتبها دي كام بحيث ان انا اوصل المفهوم بشكل اسرع ودي بعض الوركشيت فور اردين النامبرز هتلاقوها موجودة في الديسكريبشن من خلال لينك ادخلوا عليه هتلاقوها اتبعوها وخلوا اطفالكم يحلوها وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا وان شاء الله تكونوا استفدتوا ولمزيد من الحلقات القادمة دعموا القناة بلايك كومنت اند شير الموجودين اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته